الأراضي فوجيت بجهة أمنية تأتي وتستدعيني وتحقق معي في هذا الموضوع يعني القضية يعني أحيانا أنت تتألم أنه يعني عندك سوابق ربما هم ينظرون إلى هذه الأشياء على أنها سوابق لكن أحيانا أنت تتألم في داخلك أنه يعني ماذا جنيت أنا يعني هل المنطقة الباحة اكتفت من مشاريعها ونظامها ولم يبقى لديها إلا هذا العبد لله المسكين أنه هو يعني يستصلح أو يؤدب تعتبر نفسك مستهدف عندما يتم التعاطي مع قضية هذه الأدبي جنائيا ثم يتم استدعائك من جهة أمنية بعد صالون أدبي أقمته ثم بعد خبر نشرته يعني هذا اللي حصل يعني لم يحصل يمكن أرادت الجهة الأمنية أن تتوثق من معلومات التي نشرتها يا سيد الكريم يعني يفترض أنه نحن يعني في منطقتنا أو في أي منطقة أخرى نحن إما أن نكون نعرف الأنظمة ونطبقها لأننا نحترمها ونحترم الذي وضع النظام والذي يقوم على النظام أو أن لا نعبى بالنظام ومن ثم ممكن أن تقول أنا في مقاطعة أو في إقطاع وكذا وأو مارس ما أشاء ألا ترى أن رئيس نادي الباحة الأدبي المخلوع أو المعفي من منصبه كان يريد أن يحمي ناديه من غلواء التطرف خصوصا وأننا قرأنا في واحد من شهر مارس أن نادي الجوف الأدبي تعرض لحريق لمرة ثانية احتجاجا على سياساته من بعض المتطرفين سيدي لدينا بحمد الله في الباحة وفي مناطق أخرى من الفكر الديني نماذج مشرفة وأجزم أنه حضر في تلك الأمسة التي دخلت فيها نخبة منهم كانوا حاضرين وسمعوا واستنكروا ما أقدم عن رئيس النادي فنحن أيضا نقول أن الموضوع كان فيه شخصنا وهدف إساءة شخصية ماذا بينك وبين رئيس النادي يفترض أن ما في بيننا شيء أنا قلت حتى لو أنك أنت مثلا ما ترتاح لعلي الرباعي هل أنت ملزم أمام نفسك أو أمام الناس تتجنى عليه وتظلمه لا خلنا ننتقل من قصة ترتاح أو لا أرتاح هل بينكم أي خلاف فكري خلاف الفكري ما تعرف هذا أتكلم بأفكار متتكلم بأفكار هل بينكم ردود مثلا هو حصل شيء لكنه حصل متزامن ما نشر حصل متزامن أنا في وجهة سيدي بأنه نشر مقال يوم السبت كان سبعة اثنين تقريبا سبعة فبراير لا سبعة بالهجري يعني في صفر نشر في جريدة المدينة مقال عنوانه بمستجدات العصر وكان يتكلم عن التقنية وكيف أنه حيثما وجدت مصالح الأمة وجدت الشريعة وكذا وفجأة يمرر في نفس الخطاب خرج علينا علي الرباع الذي كان إماما وخطيبا لمدة خمسة عشر عاما في محاضرة بمطالبة بأشياء لا تنسجم مع عادات وتقاليد المجتمع وكذا وكذا تفاجأت بأنه هو قدم الخطاب لمارة الباحة قبل نشر المقال بأربع أيام وكانه يعمل ضربة مزدوجة يعني يشهر به في إعلام من خلال الجريدة وقبلها أرسل خطاب الأمارة حتى تتخذ إجراء بها طبعا أنا إياه قلت إلى اللحظة ما هو السر ما هو الدافع هل الرجل هو مدفوع هل هو ضحية أيضا يعني من طرف آخر هل لم تحاول أن تتواصل معه بأي شكل هو لم يفترض أنه التواصل يعني كان وضح ليش الموضوع كان يمكن يعني تخفى المسائل شوي طيب خلينا ننتقل من هذه القصة إلى قصة ثانية طرحت في عام 2010 قبل أسابيع كتابا نشر في دار رياض الريس تحت عنوان الصحوة الإسلامية في ميزان الإسلام هذا الكتاب تتحدث فيه عن مجموعة من المشاهدات بوصفك كنت أنت أيضا من أبناء الصحوة كما أشار يعني كما أشار أحمد المساعد في مقالة أنك كنت خطيب مسجد لخمسة عشر عاما تقول في المقدمة أنك ترى أنه لا تثريب على شخصك الضعيف كما تقول عندما تحاول رصد ظاهرة الصحوة وإخضاعها لميزان الشراء حسب بذلك قدوة ما فعله من أخضع قيم مجتمعية وأفكار بشرية وتيارات أدبية لنقدهم الساخر تارة والجارح تارة أخرى وتشهد تقول وأشهد أنهم نجحوا في توظيف مدلات النصوص الشرعية في غير ما وضعت له حيث أثموا غيرهم وزكوا أنفسهم وجرموا الآخر وبرأوا ذواتهم حتى طوقوا أعناق العباد بطرحهم الغير قابل للتأويل البريء واستحوذوا على ألباب الناس بأسلوبية ساحرة وعزفوا على أغتار المواجهة واستغلوا عاطفة المجتمع وعواطف المجتمع الدينية ماذا أردت من هذا الكتاب تحديدا وهل أردت أن تسمي الصحوة الإسلامية في ميزان الإسلام على غرار كتاب الدكتور عوض القرني الشهير الحدث في ميزان الإسلام خصوصا أنك أشرت له في مقدمتك في صفحة 4 يا سيدي أول شيء الخطابات دائما تأتي أحيانا دون قصد أو طروحات ربما وأحيانا بقصد هناك من يحاول أن يحمل الموضوع هذا الفهم أنه أنا أردت رد لكن ليس هو ليس ردا حتى وإن كان العنوان مشابه لكني أقول أن الحداثة مثلما أنه هي فكرة يعني ربما منتج بشري كذلك الصحوة هي منتج بشري ومثلما أن الحداثة لها إيجابياتها وسلبياتها فالصحوة أيضا لها إيجابياتها وسلبياتها وما دام الشيء يحتمل إيجابي وسلبي من حق أي شخص يتحدث ويشيد بالإيجابي وينتقد السلبي فالصحوة هي حركة قلت أنا هذا الكلام مثلما في حركة اشتراكية ورسمالية وامبريالية وحداثية في حركة صحوية هذه الحركة الصحوية هي نتاج بشري تواطوا على فكرة معينة وسوقت ومررت وقلت أنه فعلا مجتمعنا بصفة مجتمع استهلاكي وجاءت لحظة يعني أنت تعرف أنه كان في التسعينيات يعني بالذات كان فيه ملامح يعني مخاض كبير ربما كان يعني بداية تحولات في المجتمع والمجتمع عندنا حقيقة يعني في الأشياء المستوردة هذه دائما يثبت أنه هو يستهلك حتى آخر قطرة يعني تعتبر أن الصحوة مستوردة؟ مستوردة نعم صحيح يعني لم يكن هناك أي تشكيل داخلي سعودي للصحوة؟ فيما بعد حصل هذا لكن في البداية المجتمع السعودي أنا ابن هذا المجتمع وأيضا تابعت يعني شغوف بإعلامه صحف وكذا وتابعت أيضا يعني ما كان قبل الصحوة ما وجدت أن المجتمع كان فاسد أو كان نائم أو كان بالعكس كان مجتمعنا السعودي كان قريب من المثالية في تلك الفترة قريب من المثالية في كل شيء في أنظمة الإدارية في احترام النظام في تعايش الناس في علاقاتهم الاجتماعية كان المجتمع حقيقة الذي يقرأ المجتمع السعودي في تلك المرحلة ويرى ما حدث بعد فكرة الصحوة وانجذابات وتداعياته يجد أن فعلا أصبح الموضوع حور أصبح الإنسان فقد من أنسنته الشيء الكثير طيب أسألك سؤال وأرجو أن تجيبني باختصار قبل أن أنتقل إلى فاصل العنوان كتابك الصحوة الإسلامية في ميزان الإسلام أو الصحوة في ميزان الإسلام أو الصحوة في ميزان الإسلام هل حاكمت الصحوة بميزان الإسلام أم ميزان علي الرباعي لا بميزان علي الرباعي دلست علينا مثلا استعرت هذا العنوان لكي أقول أنه من العيب على علي الرباعي أو على غيره أن يتحدث باسم الإسلام لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث باسم الإسلام وعندما مات محمد قال لنا جميعا حتى تقوم الساعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني يبدو أن هذا المعنى مع العنوان متناقضان وأن تقل للفاصل ثم نعود لحديثنا فاصل قصير أيها الأخوة الأخوات نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات والدكتور علي الرباعي الكاتب والصحافي السعودي فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مجددا في إضاءات أيها الأخوة الأخوات لا يزال حواري هذه الحلقة مع الدكتور علي الرباعي مؤلف كتاب الصحوة في ميزان الإسلام دكتور كنت تقول لي قبل الفاصل بأنك استخدمت عنوانا الصحوة في ميزان الإسلام وأردت أن تقول أنه عيب أن الواحد يحكي بميزان الإسلام بعد أن أكمل الله الدين طيب ما ترى أنه في تزيف أن تضع عنوانا وتقولها الحين أنك نقضت وحتى ما قلتنا بالكتاب أنك نقضت الفكرة لا ذكرت في المقدمة أنه طالما أصبح كل أحد ممكن يكون متحدث باسم الإسلام شكرا للمشاهدة